نظم المجلس الأعلى للإبداع والتميز بالشركة مع جامعة فلسطين في مدينة غزة المنتدى الشباب الأول تحت عنوان الإبداع والتحول الرقمي بمشاركة طلاب وطالبات الجامعات الذين قدموا مشاريعهم أملا بأن ترى النور ينظم المجلس الأعلى للإبداع والتميز مع الشركة والرعاة المنتدى الشباب الأول بعنوان الإبداع والتحول الرقمي الهدف منه هو توجيه كل أنشطة فلسطين نحو التحول الرقمي نحن نعيش في عصر متغير نحن جزء من العالم إذا لم نلحق بقطار التحول الرقمي والرقمنا في مؤسساتنا بكافة القطاعات نحن نكون قد تأخرنا عن رقب الحضارة أكثر من ستين مشروع شاركوا في المنتدى الشباب الأول وتم اختيار عشرة مشاريع منها وذلك وفق معايير ومحاور معينة تخدم قطاعات مهمة كالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتعليم الإلكتروني ومستقبلا سيقدم المنتدى الرعاية والدعم المادي اللازم لهذه المشاريع نحن من مبدأ أن أيد لوحدها ما يستقفش ومحتاج أن تكاتف للقطاع العام مع القطاع الخاص لدعم كل الكفاءات الموجودة والشباب الرياديين والرياديات طبعا كمشاريع إبداعية جديدة مشروع عبارة عن تطبيق الإلكتروني مختص في مجال النقل والمواصلات يضم ثلاث خدمات وهي التاكسي والديليفري والطرود يعمل التطبيق عن طريق بناء الشراكات مع عدد من المكاتب في كل محافظة وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة وأيضا يوفر التطبيق خدمة الطلب التشاركي الرايت شيري دعم الطاقات الشبابية وتشجيعها على التفكير خارج الصندوق يحفز لديهم فكرة إيجاد مشاريع بأفكار نوعية مما يساعد على خلق فرص عمل لهم داخل غزة وخارجها لكن العائق لأحلامهم يتمثل بصعوبة التنقل جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة